هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصدرات المصرية للصين خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 قد بلغت مليار وثلاثمائة مليون دولار مقابل خمسمائة وثلاثة وثمانين مليون ومائة ألف دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020 وبزيادة قدرها مائة وثمان عشرة وسبعة من عشرة في المائة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة